الكيان الصيوني شارك في حاملة العدوان الصيوني ضد مصر لأنه كان يخشى من قيام قوة عربية قوية إلى جواره فيبقى عنده مخاطر ضده فجاء العدوان الصيوني على مصر بيء المشاركة الدولة الثلاثة انجلترا وفرنسا والكيان الصيوني عند هذا الحد شعر كثير من اليهود الذين يحملون الجنسيات الأخرى أو الذين بلا جنسية أن وجودهم في مصر أصبح شديد الحرب أن هم موجودين في بلد بيتم الاعتداء عليه من الكيان الصيوني فأغلبهم رحل إلى خارج مصر هذه ببساطة شديدة جدا ما حدث هو قانون في قانون لما حتى وصلنا يا أشرف إلى سنة 61 وحدثت قرارات التأميم عبد الناصر أمم أي شركة تزيد ميزانيتها أو يزيد رأس المالها عن 100 ألف جنيه أي شركة طبعا الرقم ده الوقت رقم يعني سازج يعني لكن فوقتها كان رقم ضخم جدا فبرضو تحسب قيمة الجنيه وقتها قدام العملات الأجنية طبعا ده صحيح فطبق القانون على المصري المسلم والمصري المسيحي والمصري اليهود إذا ما كانت بعضها فإذا أنت هذه الحجة العبيطة والمزاعم الصهونية اللي بتردد الآن أنت أصدرت قانونا وطبقت القانون على جميع المصريين أو جميع الخاضعين لهذا القانون فما فيش حاجة اسمها أنت بقى يعني إحدى للأسر شيء مش عارفين نقلب الترابيزة أنت النهاردة الصينة لما احتله سينة لمدة مش سبع سنين سبع سنين لحد تلاتة وسبعين وبعدين لحد ساعة وثمين لحد ما سابه طابة يعني خدوا قد إيه بترول يا أستاذ أشرف من سينة خدوا أسار قد إيه لحد لحد النهاردة وأنا بكلم حضرتك بنت مش دايين بتبيع أسار مصرية في الأسواق العالمية خدوا قد إيه زراعة ونهب وقد إيه أنت مش عارف تعمل النهاردة فيس النهاردة وأنا بكلم حضرتك الصحافة الأسرية الدكتور رحمة يقول لك بعدما أنا أنهي الكلام يعني أنه نشرين على أن حد منهم بيتكلم برضو أننا قتلنا الأسر للمرة المليون بيعترفوا بقتل الأسر الأبرياء المصريين أنا من عشر سنين رافع الفكرة أننا نرفع عليهم أضايا في كل المحاكم الدولية وفي كل المحاكم المصرية على الأقل خالص يعني أنت مش قادر تلعب بنفس الطريقة ما بنرفعش أضايا لا والله قولي أخواننا الرسمين في الحكومات المتعاقبة يعني أنت كان عندك مشكلة في الحكومات ما قبل هناك أنا فاكر حتى كانت شكل الجسس مؤلم جدا روح كشيد اللي هي الفيلم التسجيل اللي عملوا اسمه روح كشيد وموضوع سيد زكريا والبطل المصري وموضوع محمود العجيزي البطل المصري العظيم كلهم ده اعترافات يعني بأفواهم وأقلامهم أنهم قتل الأسر أحياء فكيف تصمت طيب خلينا نروح للدكتور أحمد فؤاد ومنت متابعتك لوسائل الإعلام الإسرائيلية كيف يعالجون هذه القصة تحديدا وكيف ينقلونها إلى العالم إحنا عندنا مشكلة كبيرة أوي إن إحنا إعلامنا ما بيوصلش للعالم فيما يبدو إن الجورو اليهوديين بيمتلكوا وسائل الإعلام العالمية روبرت ميردوك بيمتلك أعداد كبيرة أول من الدوريات الشهرية واليوميات كمان في أمريكا وأوروبا كيف يعالجون هذه القصة تحديدا وينقلونها إلى العالم يا إسرائيل قيمة على اختلاق التاريخ على تزوير التاريخ على طمس الحقائق واختراق سيناريو يظن أنه محبوك يروج له بقوة في وسائل الإعلام فهنا نلاحظ أن إسرائيل ترغب في اختلاق لاجئين في مقابل لاجئين نحن لدينا لاجئين فروا من البلاد العربية وهناك فلسطينيون فروا من أرضهم على مر الحروب يعني هما بيقولوا أن إسرائيل قامت على لاجئين فروا من ظلم في دول عربية راحوا المنطقة دي وكما أن هؤلاء يستحفون تعالى ورحوا بقى هما رحوا ظلمين بقى الناس اللي هناك وتردوا هما روحين حقيقة مصر في الموضوع ده لقت جزاء سنمار ليه بقى؟ لأن هما كانوا متواجدين في العصر الفراعوني بني إسرائيل وكانوا متواجدين في العصر الروماني كان لهم حي في اسكندرية لليهود واستمر الموضوع ده ذات جدا بعد الاتهد في محاكم التفتيش اللي في أوروبا فروا إلينا استقبلناهم بالتسامح والكرم المعهود تم تشييد معابد وتم اطلاق حرية التجارة ووصل للوزارات مهمة وكونوا سرارات ده يدل على الحرية وعلى الانطلاق لما قامت صور 52 تلاقي محمد نجيب قابل نحوم أفاندي اللي هو كان عضو المجمع اللغة العربية فده يدل على أزيارته للمعبد عدلي رئيس بنفسه بيزور معبد عدلي فده يدل على التسامح نفش مشاك عباس العقاد وطاع حسين زاروا الجامعة العبرية في القدس بالافتتاح فده يدول بس قبل إنشاء دفتور أحمد قبل إنشاء كان صيوني قبل عبور اللي جاء تأسيس الجامعة قبل قيام الدول فما كانش فيه المذابح اللي حصلت كانش يتضح النواية الإحلالية إن إحنا هنحل مكان الشعب الفلسطيني هؤلاء المهجرين من كل مكان أنا عايز أقول بس إيه إن مش موضوع تأميم موضوع تمصير للاقتصاد من اللي اتخذ القرار بالمغادرة كل فرض يهودي قرر أن يغادر ده قراره الشخصي قرر في الوقت اللي يرغب فيه أن يغادر ما أتكلمش بقى على واحد متورد في فضحة لفون مش واحد جاسوس واحد فجر مكتبة أمريكية أو مصالح غربية ده مش هنقول بقى أنه هو يعني تقبض عليه ما لازم تقبض عليه تحاكم واعترف وهو مقرر وإسرائيل تعترف بأن هذه الشبكة خدمت مصالحها وتم تجندها طيب يعني ده المؤكد والثابت من الواقع على الأرض ولكن هم بيعالجوا الكلام ده زي وبينقولوا العالم زي يعني عشان إحنا نعرف نرد زي ما نقول لها رجب بيبقى فيه ترويج سيناريو إعلامي يعني وسائل الإعلام دلوقتي قدامي في السكريبت صحيفة يديعوت أحرونوت بتقول إن فيه أضايا 3500 أضايا وفيه قصص إنسانية كأنه فيلم يعني يؤثر يعني بيعالجوها زي ما يعالجوا مثلا هي المذابح اللي حصلت بين النازي الألماني في أفران الغاز وكده هو نولى بطريقة أهدى شوية لا لا أهدى شوية ما دارش يقول كده أقول أنا كنت يعني في الزمالك وكان لي أصدقاء في المدرسة وبعد كده كبرت شوية وبعد كده اضطريت من الرعب من خوف هتلر إن هو يخش إن أنا أبيع حاجاتي بسعر بخص إن أنا كنت مستعجل جدا واضطريت أدي البواب مثلا فازة فهو دلوقتي عازل فازة يعني هو حاجات خد عليها تعودات زي سموحة سموحة الحي اللي هو كان أبراها عن مستنقعات خدها بسمن بخص وده ما أحمل الجنسة البريطانية وإحنا بده بنتناقش مين مين اللي ملحقه يتكلم باسم هؤلاء إسرائيل تتكلم بها ده راجل بريطاني يهودي بريطاني طب يمكن بيجيبوهم يتكلموا يعني هل إحنا عايزين نعرف الأدوات اللي بيستخدموها مثلا الولايات المتحدة عندها أكبر جهاز أكبر آلة إعلامية في العالم إزاي بيستخدموها أولا المسألة بسيطة أصلها أنت عارف أنه الصهاينة بتزو الألمان ابتزاز ما بعد ابتزاز لحد دلوقتي وبياخدوا لحد دلوقتي تعويضات من الألمان مصر الحقيقة في الفترة الأخيرة بعد يناير بتتعرض لما يسمى الإرهاب الاقتصادي أنت بتتعرض لإرهاب الاقتصادي حقيقي وعلى عالي أزمة الدولار الأخيرة يعني ده جزء من الإرهاب الاقتصادي بتعرض له زي الإرهاب المسلح الجزء من القضية ده أزمة الدولار إعلاقتها بالإرهاب الإرهاب يعني أنت بمفروض حصارك اقتصادية أنه أنت يعني أنت مش under control بالنسبة له ما أنت شتاحت السيطرة بس خلينا نكون منطقي يعني ده قرار بنك مركزي هو يعني اتخذ قرار في توقيت معين قبل القرار كان الدولار وصل في العشر اللي لات الإخوان اللي عالين برا في الخليج بيشيروا الدولار بكتر من عشر جنيه ده ده بتسميه إيه حضرتك أخذ بحدك المسألة أصلاح لها أزرع مختلف لكن خلينا عشان ما نخرجش برا موضوع حلقة حضرتك الفصهينا النهاردة بيستغلوا هذه الفرصة وبيحاول يبتز مصر أنت في المقابل الحقيقة رد فعلك بطيء يعني بطيء ومخجل عشان بس نبقى صورة حياة أنت لو رفعت أضايا على ما سرق منك من بطرول ده يسوي كامي سوي مليارات المليارات من الدولارات حسبها بالمليم قطعة الأثر اللي قد كده لا تقدر بسمن زي بقول لحضرتك لحد يعني يمكن قريب أويكات منت مشهد أيام بتعلن عن أثار مصرية في حوزة رغم أن نحن في بعث أيام الوزير الأسبق فاروح حسني سافرت إلى تل أبيب وعدت بمجموعة شؤافة حضرتك فعرف الفخارنا وقالوا أن دي كل الأثار اللي خدوها من مصر فأنت عندك ما أخذوه من مصر يعني مليارات المليارات أنت مش عارف تعمل نفس النعبة يا سيدي ارفع عضايا ده قتل الأسرة دي القضايا التعذيب لا تسقط باستخدام طب ليه ليه مش عارف ما نقول لحضرتك نحن نتكلم عن مثلا أجهزة قانونية عندنا عندنا خبرات رهيبة أنت كان أبي نال عندك نظام ربما عنده مشكلة أنه مش عايز يعمل مشاكل أنه الأمريكان يقولوا بلاش طب أنت النهاردة بتعامل الأمريكا بالندية النهاردة نهاردة نظام المصري وهذا نعترف به أنت تعامل أمريكا بالندية فلماذا؟ أتفاضل أبو ده هو الفكرة أن مش بس الحكومة هي المخولة أنا ممكن كفرد كمؤسسة أن أنا تبنى هذه القضية أولا دول إعلامي ده مطلوب اللي هو بيتعمل دلوقتي وأننا لا نرخص على إقاع الجانب الإسرائيلي أن فيه واحدة اسمها عادة أهروني كانت موجودة وأن فيه واحد مطلع كتاب باسمه الراجل الذي يقوله ده مرتين لا أنا بتكلم على أن كان فيه تمصير للاقتصاد المصر عدد الموظفين فأي شركة لازم يكون نسبة الأجانب فيه ما تزدش عن 25% فبالتالي وجد أن فرصته في التوظيف وفي الراتب الكبير مش زي كما في السابق فاضطر أنه يمشي أو رأى أن من الأفضل له أنه يمشي فأنا بناقش في دي أنت يسموها خد تعودات تحكم لك بتعودات معجبتكش التعودات رفعت عضية يعني اللي حصل قبل ما يخرج هؤلاء اليهود من مصر أنت قامت أضايا أو مثلا أنهما صدرت أملكهم فقاموا أضايا لا لم تصادر يا أستاذ أشخاص بس يبقى أنهم مرتبعين لم تصادر حدث تأميم وحدث قانون إصلاح زراعي فأنت طبق عليك القانون في هناك قاعدة طبقت على الجميع أي أن كان الإسم طبق على اليهود وعلى المسلمين وعلى المسيحيين أنا عايز أقول لك ما فيش هنا ظن أن مصر توضح هذا الكلام قدام العالم أما هو ده فرصة طيبة للتوضيح إنما طبعا فيه دور لهيئة الاستلامات يعني يا ربنا مش هاتي الاستلامات بس يا دوطور أحمد عندك كمان وزارة والموازلية والتلفين لا عندك وزارة الثقافة مقلوب منظومة كاملة من عدة وزارات يعني يتكون لجنة من عدة وزارات هيكون مسؤولة عن بس الكلام بس أشرف أنت عندك مثلا وزارة زى وزارة الثقافة بتعمل كل سنة ألاف الندوات لم يعني يخرج في أزهانهم لا الوزير ولا مساعدين يعمل ندوة عن ما تتحدث عنه حدث دواتي رغم أنه موضوع موثار في الإعلام العالمي الوزارة الثقافة بتطلع مئات الكتب كل سنة لم يطلع يعني يتفتغ زهن أي حد فيه من أول وزير لآخر موظف أن يطلع الكتاب رغم أنه إحنا مثلا في دارة للمطلعين كتاب من فترة طويلة أو يا حقف أكتب من عشر ناشر سنة دول محمد أبو الغار عن يهود مصر ورغم أنه فيه بعض الأقوال اللي مش منضبطة تلخيمها لما لهاش مصادر يعني إلا أنه كتاب بيكلم عن يهود عن يهود مصر خطب الحضر وزي ما قلت لحضرتك أنه اليهود في مصر اليهود في مصر غير يهود مصر لم يزد عددهم في أي وقت من الأوقات عن 65 ألف مواطن في مصر 30 ألف يحملنا دمسيات أخرى طيب خلينا يعني نشوف الأليات اللي هما بيستخدموها عشان يقنعوا العالم بكلامهم ونحاول نقلدها مثلا هما بيستعينوا بدوريات عالمية نيويورك تايمز الواشنطن بوست الاندبيندنط في بريطانيا مثلا التايمز بيستغلوا مثلا الأيقونات الممثلين الكتاب الكبار هما دول اللي بيقالهم صوت سواء عند المستمع الأوروبي لا زحيق زحيق الجمهور الأوروبي أو الجمهور الأمريكي طيب هل إحنا مفروض نمشي في الاتجاه ده ولا مفروض يعني بالتوازي طبعا مع الاتجاه القانوني ولا إيه لأنهما فيما يبدو أنهما مش بس مقتصرين زي ما أنتوا قلتوا كده